انطلقت فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراسية في القاهرة بمشاركة 30 فرقة محلية وأجنبية تحت عنوان حوار الطبول من أجل السلام تسع سنوات من الإبداع واليوم بداية لعاشرها حيث تتوافد على أم الدنيا فرق شتى من كل الدنيا المهرجان الذي دشنه ويترأسه الفنان انتصار عبد الفتاح يأتي في نسخته لهذا العام تحت عنوان حوار الطبول من أجل السلام لتتعدد الأماكن التي تشهد فعاليات المهرجان هذا العام مثل سور القاهرة الشمالية الذي يحتضن أولى فعاليات المهرجان وأيضا الحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومصرح الحضارة والطفلة وبيت السناري ومصرح ساحة الهناجر بدار الأبرى حوار الطبول من أجل السلام عندنا أربع أماكن السناري للفعاليات مصرح السور الشمالي والحديقة الثقافية بالسيدة زينب وساحة الهناجر وبيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية كل هذه الأماكن فيها لتعاليات طوال الأسبوع لختام الجمعة القادم إن شاء الله 2 يونيو حوار الطبول من أجل السلام إزاي لغة الطبول اللي هي لغة الحرب بتتحول مع الفنان انتصار عبد الفتاح لغة السلام على مدى سبعة أيام يمتد المهرجان حتى الثاني من يونيو بمشاركة إقليمية ودولية واسعة من نحو 33 فرقة تأتي بعضها من الخارج ومنها ما هم مقيمون بمصر إحنا جايين نحتفل في مهرجان الطبول معنا فقرات كتيرة جداً ومعنا أولاد صغيرين برضو قطعين يشتركوا معنا في مهرجان الطبول ومسطين جداً إحنا مستركين في المهرجان مشاركات من دول عديدة مثل اليونان وسريلانكا والهند وإندونيسيا واليمن والجزائر والسودان وفلسطين فضلاً عن مصر التي يشارك منها فرق عدة أبرزها فرقة حصب الله وفرق من جامعة عين شمس وأكاديمية الفنون والطبول النوبية وفرقة رضا للفنون الشعبية بشارك المهرجان أنا مش لوحدي أنا معي زمايلي برضو داخل السرك تمام إحنا جايين هدفنا إن إحنا نسعد الطفل يعني نبسط الطفل ندحكه نتصور معاه نلعبه نديله بلونة المهم الطفل يضحك يأتي المهرجان ليخاطب كل فئة المجتمع بجميع طوائفه خاصة وينظم تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع وزارة السياحة والأثار والهيئة المصريات العامة لتنشيط السياحة ومؤسسة حوار لفنون ثقافة الشعب